ما هذه الانتخابات إلا نوع من اللعبة لتسكية أحزاب السلطة لتسكية أحساب السلطة لأعطاهم نوع من الشرعية حتى وأن كانت الشرعية مزيفة وبالتالي يعني ما رد نكون شاهد زور لانتخابات معروفة مسبقا نتائجه لذلك أنا مع المقاطعة وكنت أشعر أنه الأغلبية للشعب العراقي أكثر من 85% ستقاطع الانتخابات فنحن يجب أن يكون استثمارنا السياسي وعملنا السياسي ضمن 85% وأن لا نذهب أن نتنافس ونقبل بمنافسة والعمل المنافسة التي تدخلوا لهم وتتعمل معهم بالنهاية مع أحزاب التي لدينا آراء ضدها فبالتالي يعني وإن حقق التحالف ست مقاعد بتصوري ما رح أتحقق شيء يعني هاي الكتسبة بالعكس يعني ساهمنا بعطاء نوع من التزكية لهذه الحزاب أنا هذا كان رأيي ولكن هذا الرأي قبل الانتخابات لم أبشر به ولكنه بداخل الحزب معلوم رأيي من طلعت نتائج الانتخابات أثبتت صحة الرأي اللي أنا مقتنع به فاتحدثت بس أنت كان عندك ملاحظات على أطراف محددة بداخل هذه المظلة أو التحالف اللي كان موجود مفروض هو يجمع المدنيين والحزب الشيوعي نعم نعم صحيح نفصح أنهيله لا نعم نعم يعني أكو عذاب يعني ما كان دورها مثل ما وحد كان يتمنى ويريده يعني خطأ تاريخي أنه تحالفوا أو دخلوا بهذه المظلة أو سمحتوا مثلا أنهم أن يدخلون مثلا مثل منه شوف بدون أن نتحدد الأسماء العمل السياسي هو اشتهات صحيح نحن بالحزب الشيوع العراقي نقول دائما نفعل العقل الجماعي ونلرس الأمور على روية وقاتة الحزب تدرسها وكوادر وفي بعض الحالات نعمل استفتاء داخل الحزب صحيح ولكن بالتالي نحن بشر نحن بشر والبشر ما معصوم يخطأ ويصيب يعني هذا أمر طبيعي فقد تحدث أخطاء في أداء الحزب في تعليلاته في بعض قراراته قد تحدث الأخطاء هذه مو مصيبة ولكن الشيء الصحيح أن تتم المراجعة